ومن الخرطوم تنضم إلينا مراسلة الغد عفراء فتح الرحمن إذن عفراء تفاصيل لقاء البرهان بمزارعي القضارف نعم صباح الخير شروق أبرز عنوين هذا اللقاء هو خروج اللقاء بمباركة البرهان رئيس مجلس السيادة الفريق أو الركن وكذلك اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف وعزمهم عن الملاحقة الدولية عن طريق المحاكم الدولية للأثيوبيين بمطالبة تعوضية تبلغ 25 مليار دولار وذلك لأن الأثيوبيين انتهكوا الأراضي السودانية في ولاية القضارف المسجلة والآيلة وفقا للقانون السوداني لمزارعين من القضارف وكان هذا الاستغلال بقوة السلاح وكان عنوة لمدة ربع قرن من الزمان 25 عاما أيضا هذا اللقاء تطرق إلى قضايا محلية أخرى من أبرزها توفير مياه الشرب وقد تبرع السيد أو أسهم السيد رئيس مجلس السيادة ب70% من تكلفة الحل الجزري لمياه ولاية القضارف كذلك قد دعا لتوفير الوقود وتوفير الآليات وتوفير التسويق الجيد لإنجاح الموسم الزراعي الراهن في ولاية القضارف بعد لقاء هذه اللجنة بسيد رئيس مجلس السيادة قد خرج أيضا رئيس اللجنة السيد ياسر الصعب وقال للسيد رئيس مجلس السيادة أنهم يريدون ضم ولاية القضارف مع إقليم البطانة في إقليم واحد وكذلك لديهم آراء مختصة بالاحتداءات الأثيوبية المتكررة عن طريق عصابات الشفتة والعصابات المسلحة على المواطنين السودانيين وعلى الأراضي السودانية وكذلك تحدثوا مرة أخرى عن عزمهم البدء في إجراءات فورية للمحاكم الدولية للمطالبة بالتعويض في أراضيهم نعم شروق عفراء فتح الرحمن مرسلة الغد كنت معنا من العظمة السودانية خرطوم شكرا لك ترجمة نانسي قنقر